وعظم لي من البعحة عيسى الزهراني زوج المتضررة شفاه الله أهلاً يا عيسى يا مرحبا أخي عبدالله يعطيك العافية الله يعافيك طمني عن المدام شو وضعها الآن والله الأمور إن شاء الله مستقرة وإن شاء الله هنه أفضل إن شاء الله أنت كنت عندها قابل شوي صحيح والله يتوجها الحين وتوي كنت عندها الحين وش الآخر الأخبار اللي عنها يقولوا لك المستشفى والله هي باقي يعني لسه طبعاً على التنفس الصناعي الله يشفيها ويعافيها آمين يا رب العالم وباقي والله طيب أبقى تقولي سالفة باختصار من يوم ما دخلتوها المستشفى أنتوا حريصين ودخلتوها مستشفى خاص عشان تكون ولادة أسهل وش صار بعدين؟ نعم أعطيني السالفة أكيد 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 أول شي أشكركم على الصدافتي في قناة الأخبارية ثاني شي طبعاً السالفة والقصة قبل أسبوعين أجرينا التحليل في مستشفى خاص وقالت طبعاً قال الدكتور كل شي تمام يعني عشان يطمعنا وكل شي قال كل أمورها الحمد لله مورها تمام وطعنا موعد طبعاً بعد أسبوعين قال لازم نجونا الصباح عشان نسوي تحليل برضو مرة ثانية عشان نتأكد قبل ما تخش العملية لأن أنا كلمت لأن قبل ما أخش هي عندها عمليتين عملية فتاق وعملية عدق إصرية فقال بسيطة العملية وقد أجريتها أكثر من مرة وكلها يعني الحمد لله فريح بالي فبعد ذلك جينا الصباح يوم الاثنين موافق 36 جينا للصباح وسوّت تحاليل نهائية وطلعت التحاليل كلها تمام الحمد لله طبعاً دخلوها في غرفة التنويم لحد العصر ساعة أربع ونص تقريباً خشت غرفة العمليات الحمد لله تقريباً بعد 45 دقيقة كده طلعت من غرفة العمليات الجنين الحمد لله طيب الله ملك الحمد طبعاً هي فايقة جلست ممكن طبعاً نص ساعة كده فايقة أول ما طلعت يمكن بعشر دقائق كده طبعاً تعلمت من الخياطة رح تكلمت الدكتور قلت لي يا دكتور تعال شوف الحالة طبعاً شافها وقال عشان أثر البنج وباقي كده والخياطة وقال خلاصه وكما عندك مشكلة ومورة كلها تمام الحمد لله رح أعطيها منوم ترتاح فيه قد طيب ما في مشكلة أعطيها منوم تقريباً بعد السالة بعد ما نامت تقريباً ساعتين أو ثلاث ساعات طبعاً صحيت ووجهها مر شاحب وجهها أصفر شفايفها مقطعة انتفاخ في البطن كلمت طبعاً هو تشنج فاستدأيت الدكتور قلت الدكتور شوف الحالة طبعاً شاف قال عندها السكر أقل من عشرة السكر عندها فعطاها مغذي يعني تو بدت ترجع لحالتها تقريباً بخمسة أو عشر دقائق كده برضو انتكست مرة ثانية رح تكلمت الدكتور مرة ثانية قلت يا دكتور شوف حالتها طبعاً شاف أمورها وقال خلاص أنا بجيب سونار اتأكد أن ما في نزيف ما في أي شيء عشان ترتاح نفسياً ما للمني أنا أستشاري وأنا أفهم من الأشياء هذه لكن بجيب جاب السونار شيئك على الأمور ما في أي شيء قال أمورها تماماً الحمد لله ما تحتاج شيء قلت طيب أوك ما عندك مشكلة المهم جلس جلس سنة بعد تقريباً طبعاً هي الحين كل الحين هذه كلها منومة بعدها طبعاً طبعاً صحيت و مرة يعني حالتها مرة حالتها كلمت الدكتور مرة ثانية يا دكتور تعال طبعاً بالقوة يجي ما يجي على طول يعني أحاول فيه أكثر من مرة و أكثر يعني ما يسمع الكلام أكثر من مرة أخاطب يا دكتور تعال يا دكتور تعال شوف يا دكتور يا دكتور و هو قال أنا المسؤول عن ذلك أنا أتحمل المسؤولية هي يعني بس عشان عمليتين أجريتها في وقت واحد ولا تخاف و مدري إيش قل طيب أنت أدرب بالشيء هذا وتوكل على الله طبعاً على الساعة تقريباً 11 جت أمها شبابة تقطيها طبعاً فاكتشفت في دم في نفس السرير كلمت الدكتور تعال شاف الدم قال عادي طبيعي هذا الدم يحصل لك بعد العمليات فعادي طبيعي جلست بعدها بساعة طبعاً الدم مرة يعني حتى صار في الأرض ينقض في الأرض الدم طبعاً قلبوها يقلبونها والله يمدري كيف يعني حتى طريقتهم في المدري صراحة طبعاً أنا قبل كل شيء أنا كلمت الدكتور و كلمت قلت دكتور الآن بتسوي عمليتين أكيد أن عندكم وحدات دم قال شيء أكيد أن بتسوي عمليتين أكيد أن بتنزف فعندنا كل شيء وحدات الدم متوفرة و أمورها تمام و لا تخاف و لا تشيل هم و كل أمورها تمام طبعاً تفاجأت يوم نزفت أنا أكثر من مرة أقول للدكتور يا دكتور جب دم يا دكتور جب دم جب دم لكن ما استجاب لي طبعاً قال بعطيها حديد أعطاها حديد ما يسوي له شيء حديد طبعاً أصريت عليه أصريت عليه في نهاية الأمر أن أصلاً ما في وحدات دم في مستشفى ما في وحدات دم و هي جالسة تسوي عمليتين يعني طبيعي بالعقل أنها بتنزف أعوذ بالله طبعاً طبعاً بعد ذلك راح أخصائي الله يزا خير هناك حق المختبر راح جاب ثلاث وحدات دم طبعاً ثلاث وحدات ما تسوي شيء بس يعني راح جاب ثلاث وحدات دم الله يزا خير جابها طبعاً جابها متجمدة يعني ما في أي استعداد حتى جلس الدكتور يضغط فيها لحد ما تنقط الدم لحد ما ينزل الدم في جسمها فاضطرينا طبعاً هي جالس طبعاً جالسة جالسة طبعاً كأنها تطلع روحها تنازع والله جالسة تنازع يعني ما أدري وين الإنسانية ما أدري وين الإنسانية جالسة تنازع كلمنا الدكتور كلم حتى الأخصائده كلم يا دكتور خلنا نقولها خلنا نقولها أكثر من مرة طبعاً الدكتور رفض نقلها ما أدري وين السبب يا دكتور نقلها طبعاً الساعة تقريباً على الساعة و 12 وكذا قال خلاص أوكي يلا ننقلها طبعاً بعد ما ماتت خلاصي شبه ميت إيش كانت تقول لك أبرار فعلوش ركبوها في الإسعاف طبعاً كأنها ميت يعني جالسة تطلع روحها تنازع ما تقول ولا شي ما تقدر ما تتكلم يعني جالس يعني زفير شهيق بس طيب ففي النهاية يعني صريت عليه صريت عليه لحد ما طلعها أنا ما أدري ليش سبب من يعني ما حولها والمشكلة مستشفى خاص يعني المفروض عادي يعني خلاص ما أبي المستشفى هذا خلاص المهم بعد ذلك طبعاً أخصائي المختبر طبعاً هو جهز الإسعاف وكان هو السايق طبعاً الله يزا خير طبعاً ما في عندهم سايق هناك ما في أي سايق إسعاف طبعاً يوم ركبت في الإسعاف طبعاً حالتها مرة 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 يعني ما أدريش أقول لك أن مهما وصل لك حالتها والله ما وصل بالصورة اللي شفتها أنا قدامي فركبت في الإسعاف طبعاً أول ما ركبت في الإسعاف بدت يعني يعني تشهق وتزفر زي كذا وجاء الحق للتخدير حط شي في وجهها ما أدريش سوى كذا خدرها ما عد سمعت لها أي صوت أي صوت ما سمعت لها في أثناء مشنا للمستشفى طاحت حق الأكسجين فوق بطنها يعني ما فيه أي استعداد في نفس الإسعاف حق الأكسجين طاحت على بطنها شفت كيف تقيله أعوذ بالله يعني ما كانت مثبت أصلاً ما كانت مثبت بعدين عاد ثبتوها طبعاً كلمت مع الدكتور طبعاً في البداية الدكتور رفض أني أركم معه حتى في الإسعاف رفض أنك تركم معه في الإسعاف رفض أني أركم مع زوجتي قال خلاص عاني المسؤول عنها وارح خلص سيارتك هنا سيارتك أنت خلاص خلص سيارتك وتعال وراي لا تركم معي طيب أنا المسؤول أمورها تمام أنتم مدري إيش طبعاً ما أدري يعني أنا ما أدري ما سبب الدكتور ذلك صراحة بعدين استشاري رحنا لمستشفى وصلنا طبعاً لمستشفى حصلنا يعني استقبال يعني صراحة يعني ما شاء الله أنتم رحتوا أعطونا على المستشفى الملك فهد صح إيه ورام